السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا وبرحبا من حضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إنداد الفؤاد الإغاثة الإيمانية القرآني وإحنا كنا الحقيقة بنتكلم في محطة مهمة وهي محطة لماذا القرآن أو لماذا الإغاثة القرآني كنا الحقيقة استعرضنا بجموعة من الأشياء وما إن إحنا لحد كبير بنتكلم بعقلية الحل لو صح التعبير أو بمعنى دق إحنا مش هدفنا إن إحنا نقعد يعني نرصد الظاهرة الرصد اللي يفضي إلى اليأس والإحباط لكن عايزين الرصد أو التحليل الذي يفضي إلى اليقظة والنشاط ولذلك يمكن إحنا بنتكلم كثير عن القرآن ودوره في هذه الإغاثة الإيمانية ويمكن الحلقة دي والحلقات اللي جاية هنتناول المسألة دي وشيء من التفصيل يمكن إلى حد كبير في الحلقات اللي فاتت هي كأنها كانت قنطارة كده كنا بنحاول فيها ننبه على شوية التنبيهات ونوجه شوية التوجيهات هتفرق كثير في مسألة استعمال القرآن في الإغاثة الإيمانية أو في تنكين وتحسين وتحصين الإيمان لكن بدءا من هذه الحلقة إن شاء الله ونبدأ نتكلم شوية عن أدوار القرآن تحديدا في مسألة العصمة من الشبهات أو في علاج الشبهات بشكل أساسي كدواعي أو دوافع تدفعنا مش هقول استعمال القرآن تدفعنا لألا نستعمل إلا القرآن عققة المدال هي أما نصبه إليه فمثلا لو إحنا بنتكلم على مستوى القوة العلمية البرهانية الكاملة القوة العلمية البرهانية الكاملة إيه القوة العلمية دي؟ القوة العلمية ممكن وعلي القوة الفهمية ممكن وعلي القوة التبصرية هو الشخص بشكل أساسي اللي عنده شبهات أو عنده أساوس أو عنده توهمات في الحقيقة هو الإشكال الأساسي اللي عنده هو إشكال علمي بالأصل هو إشكال علمي بس إنت كنت قلت في محضرة إنه عنده إشكال في قلبه صحيح؟ لأن القلب أصلاً هو أداة العلم والتعلم الأولى لأن القلب بيفهم القلب بيعلم القلب بيتبصر العقل حتى أقول لي يمكن كنا أشارنا قبل كده في المسألة دي في وظيفة اسمها العقل سواء كان تعقل الفهم والإدراك أو تعقل الضبط والإمساك ونسميه العقل العلمي أو العقل العملي فمسلاً إنسان تعقل الضبط والإمساك هو تصرف العقلاء وتعقل الفهم والإدراك اللي هو فهم الفقهاء فالعقل بيفهم بيفقه فين العقل ده فين وظيفة العقل من اللي يقوم بوظيفة العقل احنا قلنا في احتمالات إما أن كده كده في وظيفة اسمها العقل بس فين العقل بالضبط كموقع تشريحي هل هو في الدماغ ولا هل هو في القلب أو الصدر قلنا الحقيقة المسألة دي ما تهمنيش أو ما تشغلنيش يعني يهمنا إن فيه وظيفة اسمها العقل مش حتى يمكن ما يهمناش إن فيه كيان اسم العقل ولا فالقرآن ما تكلمش عن العقل تشريحيا والقرآن ما تكلمش برضو عن العقل ككيان اسم العقل أداة أو ألا اسمها العقل تتكلم عن العقل كوظيفة ولذلك ولا مرة جا وصف عقل ما جاش ولا مرة في القرآن الكريم العقل بصغة الفاعل ولا جا كآلة أو أداة أصلي هي 46 أو 48 مرة اللي جاء في القرآن الكريم وما معظمهم وجات الوظيفة تعقلون يعقلون أفلا يعقلون وغلا وبناء نأتي وظيفة اسمها وظيفة العقل هذه الوظيفة في الحقيقة لما احنا نجي نبص عليها مين اللي بيقوم بيها بيقوم بها الأل بأصلي هي وظيفة من وظيفة القلب هل الوظيفة دي بقى هي منفصلة عنه لوحدها كده في كينونة ولا هي جزء من حقيقته ما تفرقش كتير يعني ما تفرقش هل هو في الكينونة اللي اسمها العقل دي بتقوم بوظيفة العقل وهو نفسه بوظيفة العقل ما تفرقش المهم انه في النهاية القلب بيعقل القلب بيعقل فتكون لهم قلوب يعقلون بها فالقلب بيعقل ربنا اثبت للقلب انه يعقل فخلاص طالما القلب بيعقل اذا القلب يقوم بوظيفة العقل العقل هنا هو عقل فهم عقل فهم والايه والادراك لكن القلب الحياة بيتميز بقى بانه مش بس بيفهم او بيدرك لا القلب بيعلم وده وده الحقيقة يعني ده مستوى أعلى القلب بيبصر ماشي القلب بعدك يعني قبل ما يبصر بيتذكر القلب ممكن يعتبر ممكن يتذكر القلب بيتدبر قلب بيتفكر القلب بيقرر وغيرها من الأشياء بس أصدت من الأحياء من الزوية العلمية فالقلب القلب في الحقيقة هو يفقه يفهم يفقه يعلم يتبصر كل هذه الأشياء أكون بها القلب طيب إيه اللي دخلنا في القصة دي إن بعض الأفاض اللي يقول بس إنت قلت لنا إن إشكال الشخص اللي هو عنده شبهات أو غيرها إشكال في قلبه إنه عنده قلب سقيم أتمنى بكون وضحة دلوقتي إنه لما يكون الأداة اللي بتقوم بالفهم اللي بتقوم بالفقه اللي بتقوم بالعقل اللي بتقوم بالعلم اللي بتقوم بالتبصر هذه الأداة لما يكون فيها إشكال إنها سقيمة أكيد الوضع دي مش تبقى سليم أكيد مش تبقى سليم طيب ولذلك لو إحنا نجحنا إنه نخلي هذا الشخص ركز يبقى عنده قلب سليم ويتعلم علم سليم بمنهاج سليم من مصدر سليم هيكون على طريق المستقيم تعني لو نجحنا من شخص دي يكون عنده قلب قلب سليم يتعلم علم سليم قلب سليم وضحة تعلم علم سليم علم الوحي يعني ما أخدش بقى لإيه زي ما قلنا بقى في المرات اللي فاتت لا يبقى خلاص فيه نقعة استقاءة تعلم علم سليم بمنهاج سليم بمنهاج سليم يتعلم العلم السليم ده بمنهاج سليم خلاص هو ما يروحش يتعلم أشارنا للإشكالات المتعلقة بالمنهج دي فهذا الشخص يعني إذا حصلت له هذه الأشياء فهيكون على الصلاة المستقيم ما شابه فيه إشكال بقى خلاص طيب طب هل القرآن بقى نفسه القرآن هو هل هو مصدر لهذا الكلام هل القرآن ممكن ممكن يديني يحليني المعادلة دي ممكن يخلي الشخص ده صاحب قلبي سليم أه Palm هل القرآن ممكن يخلي الشخص ده هو يتعلم هو مصدر علم سليم مصدر علم سليم طبعا قولة لنا أحد هل القرآن هو يساعد الشخص ده يتعلم بمنهاج سليم بمنهاج سليم هل القرآن هو لما نشوف أوصافه هل العلم اللي فيه ده أو المعلومات اللي بيقدمها كافية أنها تضحى هذه الشبهات وما يتعلق بيها ده اللي احنا نحاول نتناوله الحقيقة طيب فهنا أنا بس هركز في الحلقة دي على المسألة أن القرآن نفسه هو أعظم مصادر القوة العلمية العلمية عذرا البرهانية الكاملة لأن إذا إذا بقى عندنا معلومة فيها هذه القوة مش معلومة عادية في هذه القوة دي من شأنها أنها هتذهب الوساوس وهت هتذهب هذه الحالة الضبابية اللي ممكن يعيشها الإنسان اللي هو فيه شبهات لأن الشبهات هي كأنها إشكال في القوة العلمية مثلا ربنا سبحانه بحمده وصف القرآن بأنه برهان البرهان باختصار هو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة ده خلاصة الكلام فيه في تعريفه فالبرهان ده دليل قاطع للعذر وحجة مزيلة للشبهة البرهان ده مش مجرد معلومة مجرد معلومة ده هو معلومة فيها قوة قوة تقطع أي عذر ما تخليش واحد مش واضحة المسألة مش مفهومة المسألة فيها إشكال وتزيل أي اشتباه فهو الدليل قاطع للعذر وعجة مزيلة للشبهة أو الاشتباهة قال تعالى سبحانه بحمد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراعة المستقيم يا سلام ده الخلاصة يعني صاح التعبير ده في الجون فالله نحن نحك فيه من شوي ربنا يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم البرهان هذا هو كلام الله سبحانه رضي الحمد هل ممكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الرسول الرسول بيكلم بكلام ربك حتى كلامه هو الشخصي وما أنتق عن الهواء إن هو إلا وحيوح ممكن أيها ألفاظ كلامه الشخصي تكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعاني من عند الله فإذا إحنا قدام معاني من الوحي سواء كان القرآن ذاته سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم فإحنا قدام معاني الوحي طيب يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فشوفوا ربنا وصف ما جاء من عنده سبحانه ربي حمد بأنه برهان وبرهان من مين من ربكم من ربكم الذي له الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد من ربكم سبحانه ربي حمد الذي أعلم بكم من أنفسكم الذي أعلم بمشكلاتكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينة وهنا بقى حاجة جميلة جدا ربنا وصفه بأنه نور مبين هو نور في نفسه ينير لغيره ويبين فيهنا الإنارة والإبانة الإنارة والإبانة هذا مش كلام يا جماعة الخير ده كلام الله سبحانه وعليه عن كلامه كلام الله عن القرآن عشان كده أنا في منتهى التعجب من الأفاضل اللي هو مثلا ربما يروح لحاجة قبل القرآن أو يحاول حتى يتدخل هو تم نقول له نشرح القرآن فالقرآن ربنا قصه بإنه برهان يعني القرآن مش مجرد ما يعرض المعلومة القرآن هيقدم المعلومة بطريقة تبقى قاطعة للعذر ومزيلة للشبه هيقدمها بطريقة فيها قوة الدليل وفيها قوة الحجة وإذاك ربنا قصه بإنه برهان يعني هذا الوزن ذاته هو وزن تشبع وامتلائي صرفيا يعني فشاهد إن هنا ربنا يا أيها الناس يا أيها الناس ولا يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون يا أيها الناس لا يا أيها الناس بشكل عام يا أيها الناس إذن هو برهان لكل الناس ما بنتكلمش إحنا بقى على إن ده برهان لمن برهان للمسلمين ولا برهان للصالحين ولا برهان ل لا ده برهان لكل الناس فهذا الشخص الذي لديه شبهات أو لديه أمور طيب ما عليش موضح نقدم برهان صريع قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يبقى هو في القوة البرهانية في قوة الإنعرة في قوة الإبانة طيب شفر بنقول يبقى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به شخص آمن بالله واعتصموا به اعتصم بمين بهذا البرهان اعتصم بهذا بهذا القرآن وده حتى تفسير اعتبر أن هذه الهاء تعود على البرهان فسيدخلهم في رحمة منه وفضلي ويهديهم إليه صرات المستقيم الله أكبر أدي رحمة فضل صرات المستقيم ما ذو ذو الإنسان بعد ذلك وأنه يهتدي إلى صرات المستقيم فإحنا عايزين يتني بعد القرآن عايزين يتني بعد الوحي يعني في أي حديث بعد الله وآياته يؤمنون يعني ليه إحنا الروح للأشياء الفلسفية والأشياء الكلامية ليه ليه في شيء يضحض الاشتباه زي كده هذه القوة البرهانية قوة الإنارة قوة الإبانة وعدوا الله سبحانه وبحمد فأما الذين أمنوا بله وعتصموا به فستدخلهم في رحمة منه يرحم من الشبهات والوساوس ومثال الأشياء وفضل وفضل الله سبحانه وبحمد عليه ويهديهم إليه يهدى إلى الله صراتا مستقيمة يعني الصرات المستقيم الصرات الذين أنعم الله عليهم من النبينا والصدقين والشدائي والصالحين أدريد المرة بعد ذلك إحنا بس في الحلقة دي وقفنا مع مسألة القوة البرهانية وهذا الوصف من أوصاف القرآن الكريم من أوصاف الوحي فيما يتعلق بمسألة الشبهات أو مسألة الوساوس اللي ممكن تطرأ للإنسان إن شاء الله نوصل رحلتنا مع أوصاف القرآن فيما يتعلق بهذا الباب في الحلقات القادمة قلوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولكم سبحانك اللهم ربما من حمدك أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك ودومتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة